أنصحكم أنصحكم وقد نصحتكم من قبل وما سمعتوش وانصحنا لقيت صالح وما سمعش وانصحنا بوتفليقة ومن كان معه وما سمعوش أنصحك يا شنغريحا أنت قاتل ومجرم بل خليني نقول لك شيء ما قلنا هاش من قبل لكن أما وقد تجاوزتم حد رح نقولوها نحن في نهاية المطاف نقولوا كل واحد حر في قناعاته في دينه في كل نقولوها لكن عندما تكون قاعد الجيش لبلد مسلم وتكون كافر نحن نعرف أنك كافر بالله مع ذلك هني أول مرة نقولها لك ونحن نعرفها منذ سنوات طويلة ولدينا شهادات بذلك مع ذلك نحن نقولوها لك برك باش نقولو لك أنا عارفين وعارفين ما هو أسوأ عليك ولا غيرك لكن كاير حاجات ما نقولوهاش لكن هذا المرة اضطريت باش نقول لك اضطرارا باش تعرف بلي أنا عارفين ومع ذلك أكفر أو لا تكفر هذا بينك بين مولاك واش يهمني فيك هو أنك ما تديش لبلاد للهاوية وللكارثة يا شنغريحا وما تحرشون ناش وتدخلون في حرب مع المغاربة لأن من بعدها الشعب سيدفع ثمان غالي الشعبين والبلدين والمنطقة ككل وسنجد المنطقة من بعد تعبث فيها الإمارات وتعبث فيها إيران وتعبث فيها تركيا وتعبث فيها روسيا وتعبث فيها أمريكا وتعبث فيها فرنسا والعابثون كثير الشعب الجزائري لن يسمح بذلك الشعب الجزائري لن يسمح بذلك لكن شوف هني قتلك على الموضوع هذا والله ما كنت أريد أن أقوله لكن إذا اضطريتنا رح نقول لك أشياء أخرى أنت ولي معك أنت ولي معك راجعوا نفوسكم راجعوا نفوسكم راجعوا نفوسكم قبل ما يديكم الواد وقبل ما يديكم الهاوية أما رشاد رقم تقليل عشرات من أعضاه هم يعرفوا الناس ما نشنهضر عليها قليلا ونذكرهم بالأسم لأننا بالنسبة لنا كل جزائريين عندنا سواء ما يهمنيش راحوا في رشاد وليس في رشاد لأنه رشاد وسيلة وليست هدف لكن نقول لك راجعوا نفوسكم راجعوا نفوسكم لأن هذه المرة راكم تخدموا بالصوفتوير تاعت تسعينات والصوفتوير تاعت تسعينات مش رح ينفعكم مش رح ينفعكم الصوفتوير تاعت تسعينات تبدلت الدنيا وتبدل العالم أما أنا وأخواني سواء كانوا في رشاد أو في غير رشاد من الأحرار والحرائر فأنا أعرفهم والله اليوم كنا نتكلموا مع بعض إخواننا وهم من الداخل وقلنا لهم لعل لا يكون هناك اعتقال قال لك نحن قال على قناعة نحن لم ننتمي هكذا طمعا نحن عارفين بلي رشاد هذه ما يشتعم غانم وإنما تعم غارم ما يش انتع هاتلي مش انتع راح تعطيني هو منصب وإنما انتع مبادئ ولا نخاف وهاكم لحد الآن احنا عندنا خبار راح يتخرجوا زوجوا لثلاثة ليهما أصلا ربما موش من رشاد وراح يقولوا آه ذرنا وعملنا تحت التعذيب قلنا لهم تحت التعذيب قلوا أي حاجة اخواننا اللي في الداخل خاصة عضاء الحارق قلنا لهم تحت التعذيب ما تخلنهمش يعدبوكم قلوا أي حاجة إذا كان ربي يسمح أن الإنسان يكفر به تحت التعذيب فما بالك احنا يا بالنسبة قلوا أي حاجة لكن لحد الآن لم تستطعوا أن تخرجوا خاصة واحد قيادي من حركة رشاد باش يقول نحن فعلنا أو ارتكبنا أو اخذينا مال أو تعاوننا مع أجانب أو ما استطعتوش مع أن العشرات عندكم على عشرات عندكم منهم أعضاء أمانة ومنهم أعضاء مجلس لأنهم أحرار وكل الجزائريين الأحرار أحرار نعم كين الذباب وكين المرتزقة وكين البائسين وكين الطماعين وكين نعرفهم ونعرفوهم والعنصريين كينين لكن أغلبية الشعب الحمد لله هو شعب خر وهذا المعدن اللي فيه في أغلبية الشعب هو اللي هزم فرنسا بعد 130 سنة وهو اللي صامد برغم كل الفضاعات والأكاذيب والبروبغاندا فالأخير مش مستش طول على أخاوتي أنصحكم مبقاش كثير عودوا إلى رشدكم وأتحدثوا مع الجزائريين اللي يمثلوا الجزائريين بشكل أو بآخر وأعودوا إلى ثكاناتكم أو روحوا تقاعد أو روحوا أي مكان وخلوا الناس تخدم البلاد خلوا الناس يوصلها الماء خلوا الناس يوصلها الأكسجين خلوا الناس جهة الأعمال خلوا الناس جهة سكنات الشعب رح يطحن ويطحن بقدارة شديدة خلوا الناس جهة الأكسجين